اشتركوا في القناة يا رئيه ايه عمل حالة ده الجلمال يا واحد يقول لك اقول لي مراتي هيا غفير غفير ولا وزير حضرتك انت مأمور باحسان القول انت مأمور باحسان القول لكن للأسف شباب كتير والله العظيم اغلب حالات الطلاق يعني مثلا واحدة مطلقة تقول لي اول ما تجاوزني اقول لي الله لا انتوا تحكتوا علينا انت مش غزالة ولا حاجة ده انت معزة ده يعني اذا ايه كل ما انت عمال تشتم في الناس انت بتقفل من ناحية والرسولcks c'양م امرانا قال لا نمدح امرأة امام المرأة ما تقولش ده انا شوفت حتة بنت يا على جمالها ويا على شعرها ايه ده ما ينفعش رجل يمدح امرأة امام زوجات وما ينفعش وحدة توصف وحدة قدام جوزها ولا رجل قدامه ما ينفعش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة لزوجيها كأنه يراه ما ينفعش في حاجات في العورات ما ينفعش تتقال لكن احنا عندنا دلوقتي النت والفيسبوك والميديا فتحت والناس دلوقتي بتتصور وبتوريلك الإمكانات هل تعتقد ان احنا لو قلعنا ومشينا في الشارع بشكلنا حلو الأداء الصح حاولك على أداء شيطاني وأداء رباني الأداء الشيطاني لو انه شاب وامرأة تقابل في مالها ليل كبارية فتقابل في مالها ليل وطبل وزمر ورأس وإسارة شيطانية وإسارة فرمونات وقابوا بيشربوا مخدرات شربوا خمور عشان الخمور والمخدرات تفصلوا العقل عن الشه يبقى الإنسان يتحول إلى بهيمة فتعاطى في عقر يبقى في الليالي السوداء أو الليالي الحمراء وبيوت الدعارة في إحدى بيوت الدعارة هتلاقي ان الناس بتشغل رأسه مزيكة وخمر ومخدرات عشان الناس تنسى ويفصل بين العقل البشري وبين الجنس فيمارس الإنسان الجنس يعني بيقولك لو لأن أنا شربت ولول أنا أخدت مخدرات ولول أنا أخدت كذا ما كنتش عامل كده لأن الراجل ده لما بيشوف الستي دي في أي حتة تاني بيقول إيه ده إيه القبح إيه القرف ده أنا زي اتقابلت مع دي لكن هو كان في لحظة غياب عقل كان في لحظة إيه غياب عقل الإسلام بقى في الأداء بتاعه ما بعملش كده الإسلام بقى بيعمل إيه بيقولك أولا أنت تعمل مع زوجتك في البيت بنحضر أكل سوا بنمسح الشقة سوا بنصب المواعين سوا بنعمل حاجة سوا وبعدين نتوضى ونصلي ركعتين جماعة أو نصلي فرض من العينة جماعة بعد العمل جماعة وبعد الصلاة جماعة يبقى ده الأداء الإيماني ناس الرقية ناس العالية يبقى مش محتاجين مزيكة مش محتاجين خمرة مش محتاجين مخدرات مش محتاجين ده كل ناس مع ربين فده البديل الصح للناس المحترمة أنت تحب تبقى محترم ولا تبقى لي الأدب طبعا الشيطان لازم وسوس لك أن نقلت الأدب أحسن زي إيه هقولك على حق غريبة جدا واحد كان ماشي مع واحدة في الحرام وهي في الحرام يعني يجيب لها هداء غالية ويصرف عليها كذا وفي الحرام بقى ومش طيلها وكده فربنا أراد أن الظروف تتغير ويتزوجها مش طيقها ولا عايز يقرب منها يعني هي في الحرام حلوة وفي الحلوة الوحشة متخيل واحد بيسرق وإنت قلت له بدل ما تسرق أنا هتديك إلي أنت بتسرق وما تسرق وش خده يسرق برضو إيه ده ولازم أسرق